امتى بدأ حبك للغنى الشعبي؟ ده وانا طفلة صغيرة في سنة اولى ابتداء كنت بقرأ قرآن وبغني وبمثل وانا في قرآن ابتداء عند ست سبع سنين وبعدين بس وبعدين عندنا بقى كالانايات الشرقية الافرح كلها عقلات كلنا بنتجمع يعني الفرح لما وكانوا جيبوا للكورسي تقف عليهم الله ينور عليهم كان كورسي وبقف علي عشان مش شايفين نقدي كده زبلة ومش باينة من الارض بس فبقيت اغني بقى في الافرح اتعرفت في البلد العيلة الفلانية طالبين فاطمة عيدة اكيده انت بتغني شعبي كنت في حد في دماغي كاني شايفها في مدرسة معينة بتغني لها حد معين استاذة كنت بتقيل انا كنت بحب محمد طه جدا محمد طه جدا يعني انت كنت خليفة محمد طه مفيش كلاء كنت بحبه جدا فده اللي خلاني ان انا يعني استمر في الوسط الفي جميلتي بقى في المعهد بعد كده اه معهد الموسيقى واول حفلة شاركتي فيها كانت حفلة ايه بقى حفلة ايه شفيق فاكرني حفلة وسلمة في مصرح مصرح الجمهورية مصرح الجمهورية اه اه كانت حفلة يعني حفلة اول حفلة التلفزيون وبقالين بقى بتتترعش ومخضوضة ليه بتبنس الموسيقين وراها كتير فمش واخدة على كده ان كانت بتغني لوحديها وكده لما لقيت بقى موسيقين جتين وبتاع خافت بعد كده بقى فخلت سوكسي جامد فقالوا يا مدام دا انت خدت سوكسي جامد جدا قلت لهم والله ما خدت ولا ملي غنيت اي يوم يا غنيت فخلي بالك وغنيت يا رب قبل ومراضي وافرح وكده الاعادي وغنيت وبرمت شعين ورام يعني كذا اغنية مش اغنية واحدة